مرحبا بكم معنا في فيديو جديد في سلسلة كل يوم مشتاقة دالت عليهم رحيم أخودا من باكالوريا 2019 شعبات علوم تجريبية في الحقيقة في هذا التمرين تعالداول أعطاهم ثلاثة تعالداول ولكن غير واحدة يطلب منهم باش يشتاقوها ودرسوا إشارة المشتاقة الأخرين أعطاهم أسئلة مختلفة عليها تقدروا تحاوسوا على السيوجي ودرسوا معها تحلوه وده بغي نسلولي ونسلها لكم ما كانش مشكل إذن فهد التمرين راهم دالة جلي إكس مجموعة تعريف تاحها الصفر زائد ما لنهاية مغلق عند الصفر ولم أدرس تغيرات الدالة اليوم إن شاء الله راح نتعلم الدفيرونس ولا الفرق بين أدرس تغيرات الدالة وأدرس اتجاه تغير الدالة الدالة مثلا هنا الدلاجة وهنا الدلاجة شاء الله ديفينوس من أدرس تغيرات الدلاجة وأدرس اتجاه تغير الدلاجة أدرس اتجاه تغير الدلاجة معنتها راح بغيك تشتاق في دراسة اتجاه تغير نشتاق الدالة ندرس اشارة المشتاقة ومور دراسة اشارة المشتاقة ندير التغيرات كتابيا ما معنى التغيرات كتابيا مثلا إذا كان عندك هنا ايكس هنا اف فتحة ل ايكس مثلا وعندك تنعادم عندها قيمة معينة نسموها ا من السالب ومن الموجبة هذه مشتاقة الدالة اف شا نقول له نجيه هنا من ديرش جدوى التغيرات في دراسة اتجاه تغير من ديروش جدوى التغيرات نجيه هنا تحت نقول لها اف دالة متزايدة على المجال ا زائد ما لا نهاد صحا ونقول له دالة اف هي دالة متناقصة على المجال ناقص ما لا نهاية اف هاكا نقول تغيرات كتابيا نكتبها على شكل جملة صحا ما نديرش جدوى التغيرات في دراسة اتجاه تغير دالة ولو كانت لاحظ في السيجيات كيفاش مطروحين غدي تسيب في السؤال ادرس اتجاه تغير دالة غدي زيد معاه ثم شكل جدوى تغيراتها بس كيف اتجاه تغير الدالة لا يطلب فيه جدوى التغيرات مم وراه يزيد لك ثم شكل جدوى التغيرات بس ادرس تغيرات الدالة يا جماعة عندك سوالح زيادة ديرهم اول شي النهايات في دراسة تغيرات الدالة تحسب لها النهايات المشتقة اشارة المشتقة مور اشارة المشتقة تقولي التغيرات كتابيا كما شرحناها هنا مور تغيرات كتابيا تزيد لي جدوى التغيرات تنقص حاجة من هادو تنقص لك النقاط تاعك ما قريدك مجاوب نيشان معلومة واحدو خرج معاك كي تدرس اشارة المشتقة غديدير جدوى تاع اشارة على المشتقة ما تديرش معاه جدوى التغيرات الا تزيد التغيرات كتابيا تحته وتحت التغيرات كتابيا تعاود تدير جدوى التغيرات فيه اشارة المشتقة وتزيد تديرها في جدوى التغيرات وهدو ملاحظات لازم نكون ونعرفوهم باش النقطة تاعنا ما تنقص لك ما قريدك يجاوبني شا ما يغلط في حاجة ولكن النقطة تاعه تكون ناقصة على علاجها هادو الصور حدي فهو ما يعرفهمش اذا هنطلب مني دراسة تغيرات الدلاجة معلتها اول شي نحسبه وهو النهايات ما قريد هادو السلسير نوم مشافوش في هالنهايات ولكن غير باش نعرفو كيفاش نجاوبو على السؤال تعناتها ادرس تغيرات بالنسبة للنهايات وانا حسبو النهايات نحسبوهم عند اطراف مجموعة تعريف الدلاجة المفتوحة مش عند الاطراف المغلقة هنا مجموعة التعريف من الصفر زائد ملا نهاية مغلقة عند الصفر شانع عندي منطرف مفتوح غير زائد ملا نهاية تموين نحسب نحسب النهاية تعدال جي غير لما ايكس يقولو الى زائد ملا نهاية صحة؟ وش تساوي لي هادي؟ شوف نكتباه هنا بشي قدني البلاس تساوي لي الليميت لما ايكس يقولو الى زائد ملا نهاية تعيش كون؟ تع عبارة الدلاجة ايكس زائد ربعة على ايكس زائد واحد لو كنعوضو ايكس بالزائد ملا نهاية في البرونو بتاعنا زائد ملا نهاية زائد واحد شعال زائد ملا نهاية ربعة الملا نهاية شعال الصفر اذا هادي كوم بلي تروح بالصفر وهذا الشرطة هادي مندير هاليش في ورقة الإجابة هنا رأنا نشرحه في ورقة الإجابة هادي انت على بلك بل تروح بالصفر بس صح مديرها شكما هاك اذا ايكس نعودها بالزائد ملا نهاية نتيجة زائد ملا نهاية بسكو زائد ملا نهاية زائد صفر هي زائد ملا نهاية رأني عرفت نهاية الدلاجة عندها الزائد ملا نهاية هاها تساوي زائد ملا نهاية دروك شا ندير نروح نشتاق الدالتاي بالنسبة لي مشتاق الدالة قبل ما نشتاقو قلنا اول حاجة لازم نعرفها وهو الشكل الدالة رأها من اي شكل لاحظ باللي الدالة جي رأها من الشكل عبارة زائد عبارة تملا ندير مشتاق الاول زائد مشتاق تاني هدي ما فيهاش مشكلة بالنسبة للولا تشتاق نورمال زاوجة شرهارها عدد على دالة عدد على عبارة يا إما تشتاقها بقانون تا اي على فيك يا إما تشتاقها بقانون تا واحد على اي ولا واحد على فيك ولا واحد وكيفاش نسميه نحنش ندير ونشتاقوها بهم للزوج باش نتعلمو بإذن الله إذن قبل ما نشتاقش نقول له لازم نقول له باللي الدالة جي قابلة للاشتقاق عالم وتقول لي المجال مجال قابلية لاشتاق هنا هو صفر زائد ما لنهاية مغلق وبالزاف تلاميذ عندهم مشكل مع مجال قابلية لاشتاق رأيقول له أستاذ أنا وين عرف مجل تقابلية لاشتاق التبع معي مجال قابلية الشيقاق الدالة بالنسبة لمجموعة التعريف تاحها عندك زوج حالات إذا عطاك دالة وقال قدر استغيرات وإنتجاه التغير المهم اشتاق ومعطك ويلوا بيناتهم مجال تقابلية لاشتاق هو نفسها مجال تعريف الدالة إذا قبل ما يقول لك إشتاق أعطاك سؤال وهو دراسة قابلية إشغاق الدلع عند قيمة يقول لك Limit إما يقولها لكتابين إما يعطيك العبارة يقول لك أدرس قابلية إشغاق الدلع جي عند الصفر مثلا عند الزيرو تدير إيه Limit لما إكس يقوله إلى زيرو تقفل إكس ناقص أفل زيرو وهذا جمعه درس قابلية الإشغاق على إكس ناقص زيرو ما نكتبهش إكس ناقص زيرو لكن فقط للتوضيح ترى تحسبها إذا لقيت الدلع قابل الإشغاق إذا لقيت عدد آل نقولنا عدد آل معنة الدلع قابل الإشغاق شا تقول لي تقول لي تم الدلع قابل الإشغاق على مجال تعريفها صحة وإذا لقيتها غير قابل الإشغاق عند الزيرو شا تقول لي جاي دلع قابل الإشغاق على المجال صفر مفتوح زائد ما لا نهاية كما هاك ندير وجمعه وكما هاك نجاوب إذا مطلبش مني سؤال تقابلية الإشغاق ترح ديرك مجالك تعريف هو مجال قابلة الاشتقاق. لماذا؟ لأنها مجموعة تعدى زوج دول قابلة الاشتقاق على مجالي تعريفها. بالنسبة للمشتقة الجي هنا نقولها جي فتح لي X. تساوي. شي تساوي دل المشتقة؟ أول شي نشتقل الأول زائد المشتقة الثاني. مشتقة X جماعة هي واحد ما فيهاش مشكلة. بالنسبة لهذا العبارة ربعة على X زائد واحد. قلت لكم غدي نشتقها بزوجة على الطرق. روحوا نشتقها منا في رحبة. بزوجة على الطرق وشوفوا بلي طريني نفس النتيجة نتخدم بلي ركب اغيه. إذا اللولا نشتقها بقانون تها U على V. قلنا بلي كتكون عندي دالة من الشكل U على V. معنتها عبارة على عبارة ولا دالة على دالة. قانون تها الاشتق تحها شي يساوي مشتقة البص مضروب في المقام في فتحة في V. ناقص مشتقة المقام مضروب في البص في فتحة في V. قسمة المقام مربع. هذه هي. إذا لو كنا نروح نتبقى على العبارة تعيش نسيب نسيب باللي الدالة U هي ربعة. والدالة V هي X زائد واحد. روح نشتقها نورمال هذه ربعة على X زائد واحد. مشتقتها شا تساوي. قلنا مشتق البص في المقام. مشتق البصة ربعة جمعات عدد مشتقة عه سفر. مضروب في المقام وما تقوليش على كتبت سفر مضروب في X زائد واحد. نحن هنا رعنا مع قاعدة نفوية تعال التلاميذ. إذا إذا نترك فاهم عليش نجم تفوت شوية. إذا إحنا رعنا نديره بالتفصيل. ناقص مشتق المقام في البص مشتق المقام جمعات هو واحد. فاش مضروب في البصد لي هو ربعة. قسمة. نعرفون. سمعت حس تيليف وما تحبكش. إذا ما زال له يصور. زيد واصل معي. ناقص واحد في أربعة. قسمة المقام مربع. المقام هو X زائد واحد بين قوسين وند الله مربع. جماعة الصيف المضروب في عدد يروح بالسيف شو تبقى لي. ناقص واحد في ربعة. هي ناقص أربعة على X زائد واحد. الكل مربع. وهذا الناقص النجم نكتبها هنا قبل خط الكسر. إذا المشتقة تحت العبارة هي ناقص ربعة. تمنا ناقص أربعة على X زائد واحد الكل مربع. بالنسبة للتلميذ لهذا الناقص يخليها هنا. يجي هنا يخلي الناقص هنا ويخديه يكتب هنا زائد. صح؟ هذا مكان. بالنسبة للمشتقة بالقانون الثاني. على القانون الثاني بس كحنا قلنا كيكون عندي شو. كيكون عندي واحد على U ولا واحد على V. مشتقته شو تساوي؟ تساوي ناقص U فتح على U مربع. هذي كيكون عندي واحد على U. ستقولي أستاذ بس عندي ربعة على عبارة. نقول لك باللي تعلمنا باللي كيكون عندي عدد كمضروب في دالة ونشتقها شو تساوي؟ تساوي ذاك العدد مضروب في مشتقة الدالة. تم ما ذاك العدد يقعد برا نشتق الدالة ونضربها. هنا شو را عندي را عندي ربعة. شوف معايا. كيكون عندك هكا ربعة على. على X زائد واحد الكل مربع. هي نفسها ربعة مضروبة في واحد على X زائد واحد عبارة على X زائد واحد. هاكا كيشو ربعة را هي مضروبة شان دير نشتق هذا. تم ما للمشتقة التحادة كومبلي. هو ربعة في المشتقة التحادة نورمال. إذن بالنسبة للمشتقة التحادة واحد على إيهاولة واحد على إيشة تساوي. هنا عدنا ربعة مضروبة في مشتقتها. هنا تساوي ناقص. اكتب ناقص هنا. في مشتقة المقام مشتقة المقام شعال واحد. قسمة المقام مربع. على هي X زائد واحد مربع. وبالنسبة للضربة هنا شعال عندي ربعة مضروبة في ناقص واحد هي ناقص ربعة. إذن تقول لي ناقص ربعة على X زائد واحد الكل مربع. ونفس النتيجة أعطتني. قد تشتق بأي قانون تطلع لك عليها. أنا أفضل من يكون عندك عدد قيس ما تدال. لا ما تخدمش بالإعلافة. منخدمه بالواحد علافة. قلت لك إلا الواحد علافة. كين أستير اللي مدوها واحد علافة. كيف كيف هذه فقط تسمية. إذن هذه هي المشتقة تاعي. دروق عن المشتقة خاصة ندرس إشارة تاحها. أسكن نجم ندرس الإشارة هذه المشتقة كما راها. في الحقيقة كيكون عندي جمع للطرح. كين بعض الحالات اللي نجم نعرف فيهم المشتقة. بصح الحالات الأخرى لا يمكن معرفة المشتقة فيهم ولا إشارة المشتقة. كما هنا تبقى معي. غادي ندلك مثال. لو كان كان عندي هنا زائد. تخيل عنك زائد. أي المقام جمع رهم وربعة. تمام موجب. ربعة على عدد موجب. شا تعطيني عدد موجب. عدد موجب ونزيد له واحد. شا تعطيني تعطيني عدد موجب. إذا المشتقة في هذه الحالة شا غادي تكون. غادي تكون موجبة على R. كومبلي مش غير لنا الصفر زائد ما لنهاية. عدد موجب ناقص عدد سالب. صحة؟. بس كل نجم نعرف الإشارة. ما النجم مش نعرف. بس كل هذا ما نعرفه الكبير على الواحد والصغير على الواحد. بس كل إكسره متغير في R. في سفر زائد ما لنهاية. إذا هذه لا يمكن معرفة إشارتها فقط بالنظر إليها. تاني كين حالة أخرى لو كان كنت عندي ناقص واحد هناك. عندك هاد العبارة كومبلي بلا ناقص. موجبة مضربة في الناقص. سولي سالبة. نزيد لها عدد سالب. شا تعطيني تعطيني عبارة سالبة. وها كان نجم نعرف الإشارة. ولكن كما راها لا يمكن معرفة إشارتها. واش ندير؟. معلية غير روح نزيد. نبسط العبارة. كيش نبسط كيكون عندي الجمع؟. واحد المقامات. جي فتح لي إكس وساوي. هنا را عدنا واحد. المقام تاعه هو واحد. وهنا المقام إكس زائد واحد مربع. شا ندير؟. الواحد. نضربه في إكس زائد واحد الكل مربع. والمقام يولي عندي مشترك. هنا إكس زائد واحد الكل بس 2. وأنا شا عندي عندي ناقص 4. بالنسبة لهذا واحد في إكس زائد واحد الكل مربع. ما نكتبوش الواحد. أنا نكتبها لكم فقط للتوضيح بيش نفهمه. بدي طيغة. درجة درجة ونفهمه. إذن إكس زائد واحد مربع جماعة هي عبارة عن متطابقة شهيرة. إكس زائد واحد الكل مربع. شا تساوي؟. تساوي إكس مربع زائد 2 إكس زائد واحد. صحة؟. درجة زائد واحد ناقص ربعة عشاني غير هنا والموضي في غير سمحولي. إذن هنا زائد واحد ناقص ربعة عشاني تعطيني. تعطيني ناقص ثلاثة. هنا ناقص ثلاثة. درجة الإشارة تعكسر جماعة هي من إشارة البسط مضروبة في إشارة المقام. المقام كيف أجداد إكس زائد واحد الكل مربع. المقام موجب تماما لا ينعدم أصلا هذا المقام. بسكع لها في المقام. مقام لا ينعدم. إذن بالنسبة للمشتقل مقام تحتها موجب من أجل كل إكس ينتمي إلى سفر زائد ما لنهاية. كيف أشي نقولها؟ نقولها لدينا. من أجل كل إكس ينتمي إلى سفر زائد ما لنهاية. إكس زائد واحد مربع. أكبر تماما من السفر. هكذا أنا بنتلب للمقام تحتي نعرف الإشارة تعها. نقولها إذن. إشارة إشارة شكون جي فتحة لإكس من إشارة شكون البسط. إشارة المشتقة كومبلي من إشارة البسط بس كل مقام كدير. المقام راه موجب. إذن إكس مربع زائد اثنين إكس ناقص ثلاثة عبارة من الدرجة الثانية. كيف نريد أن ندرس الإشارة تعها؟ ديلتا. ها ديلتا يساوي. نكتبها هنا. إكس مربع زائد اثنين إكس ناقص ثلاثة. ديلتا شيء يساوي بمربع. بالنسبة لأ والبي والسي. الآ هو اللي مضروف في الإكس مربع. البي هو اللي مضروف في الإكس. والسي هو اللي مكتوب واحدة. إذن بالنسبة لدقة هو بمربع ناقص ربعة في آ في سي. هذه هي. البي مربع معانتها عندي اثنين واندي لها مربع تولي أربعة. ناقص ربعة. القطاعي هو اللي مضروف في الإكس مربع وهو واحد. مضروفها في السي اللي هو ناقص ثلاثة. شا تساوي؟ تساوي ربعة. ناقص ربعة في واحد هي ناقص ربعة. ناقص ربعة في ناقص ثلاثة. تطيني زائد اثنى عشر. والنتيجة شعال جمعة؟ النتيجة ستاعش. إذن ستاعش دلتا راح أكبر من السفر. هذا الدلتا ورح أكبر من السفر. أكبر من السفر معانتها دلتا عبارة تعيشة تقبل. تقبل حلين. الحل الأول هو إكس واحد. إكس واحد شا يساوي؟ ناقص بي ناقص جدر دلتا على اثنين أو. إكس اثنين شا تساوي؟ نفس القانون ناقص بي ولكن زائد جدر دلتا على اثنين أو. نعود فقط ونسيب النتيجة ناقص بي. البي قونة هو 2. ناقص بي هي ناقص 2. ناقص الدلتا تعيه هو 16. الجدر تعيه هو 4. إذن ناقص جدر دلتا وهي ناقص 4. على 2 أطاع هو 1. 2 في 1 هي 2. صحة؟ وهنا ناقص 2 زائد جدر دلتا وهي 4 على 2. والنتيجة شعال تعطيك؟ ناقص 2 ناقص 4 جمعة شعال. ناقص 6 ناقص 6 على 2 هي ناقص 3. وناقص 2 زائد 4 شعال. 2 على 2 شعال تساوي الواحد. إذا لقيت الحل الأول يساوي الناقص 3. والحل الثاني يساوي 1. شا ندير؟ ونروح ندير جدوى الإشارة شكون؟ نروح ندير جدوى الإشارة هذه العبارة فقط. من بعد ندير جدوى الإشارة المشتقة علىها. بس كل هذه العبارة نديرها جدوى الإشارة التاحة على R. X مربع زائد 2 X ناقص 3. نديرها على R ونديغي المجال اللي نسحقها. ناقص ما لنهاية زائد ما لنهاية. تنعدم عنده الناقص 3 وعنده الواحد. هذه هي العبارة تاحة. إذن بالنسبة للعبارة عبارة من الدرجة التانية الإشارة تاحة خارج الجدرين. الجدرين هم اللي تنعدم عندهم الدلة. خارج الجدرين نفس إشارة A هاول الأطاعة كو واحد. إذن نفس إشارة A هي زائد. وداخل الجدرين عكس إشارة A وهي ناقص. صحة؟ دروب على الدلة تعوين معرفة على صفر زائد ما لنهاية. شندير ندير الإشارة من الصفر زائد ما لنهاية. 0 وراها هنا بس كل X هاولا جماعة. 0 وراها راح بين ناقص لتاول واحد هاولا الزيرو هنا. إذن ندغي هذا الجزء من الطابلوتاعي هذا هنا يوش طاب عندي ما ندير به. خلاص جماعة؟ إذن ننجي هنا نبحي هادو الصوار أحقاعة. سيبوا عرفنا وانتن عادم عرفنا الإشارة عرفنا كل شيء. المقام عرفناه بلي راه موجب. نروح ندير جدوى الإشارة المشتقة. قلنا إشارة ما نبحيه. صح. قلنا إشارة المشتقة تاعي عندي جدوى كما هاكا. هنا X هنا F فتحة ولا J فتحة لـ X. بالنسبة للمجموعة التعريف هي 0 زائد ما لا نهاية. هنا X غير معرفة عند الصفر معرفة قابلة الإشارة عند الصفر إذن معرفة. صح. هندي هادو الجدول ها ولا الزيرو هنا يا ها ولا الواحد إذن خط الواحد هنا تنعدم عنده الواحد. منا شا عندي سالبة من كديرا منا موجة بشا دلت الجدول على R. ودي تغنص هالجدول اللي نسحقها أنا اليوم الزيرو للزاعد ما لا نهاية. هادو إشارة شكون هادو إشارة المشتقة. عاود معي شا قلت لك فيه أدرس أدرس تغيرات الدالة شا ندير نهايات درتهم ندير المشتقة حسبتها إشارة المشتقة تم التغيرات كتابيا. نجي هنا نقول له إذا الدلاجة متزايدة تماما على ونقول له المجال. نقول له الدلاجة متناقصة تماما على ونقول له المجال. الدلاجة مين تكون متزايدة؟ مين تكون المشتقة تاعة كديرا موجبة. الاهاتف المشتقة تعي هالة موجبة هنا إذا رأي موجبة في هذا المجال اللي هو إشعال؟ وحد زائد ما لا نهاية. جماعا نقدر نغلق عند الواحد ونقول له جه متزايدة تماما معلويش؟ العبرة التي تعدم للمشتقة بما أنه عدد واحد نجي منقول متزايدة تماما على المجال واحد زائد ما لا نهاية. دلوك الدلاجة متناقصة تماما على المجال شكون مين تكون المشتقة ساليفة أو المشتقة الساليفة في هذا المجال، إذاً سفر واحد السفر مغلق وعند الواحد مغلق خلاص جمعه الدلاج متزايدة تماماً على هذا المجال وجي متنقصة تماماً على هذا المجال ما زال ما كملناش بسكو دورة تغيرات الدلاج خصة جدول تغيرات بالنسبة لجدول تغيرات كيفاش تديرها؟ أسكت دير جدول تغيرات غير هنا التحت أنتاردي أسكت عاود جدول تغيرات واحدة أنتاردي ثاني شاكت لك؟ ودلك تدير خانة مجموعة التعريف خانة للمشتقة تاعك وخانة للتغيرات تحط هنا إكس هنا جي فتحة لإيكس وهنا جي لإيكس أحرز روحك صحة؟ ما تنساهاش ما قريدت إشارة المشتقة هنا تعودها هنا إذا هنا شندير ندير صفر ندير زائد ما لنهاية وهنا شندير العدد ليعدم لي المشتقة تاعي مجموعة التعريف ما فيها حتى مشكل بالنسبة الإشارة عندي مننا سالبة مننا موجبة الدلة متناقزة متزايدة DAO الأاتخوصة نضيفها في النهاية اللي حسبناها هننهاية كانت زائد ما لنهاية محسبناش النهاية عند الز salary في الحقيقة نوجد نهاية عند الز salary معرفة عند الدلةOP وإن تكون الدلة معرفة عند القيمة ١ شندير؟ نحسب هكه صورة نحسب جي لإيكس 04 أحسب عايا جي لس١ عاوض هنا بالزيرو تروح تعود هنا بالزيرو ما تبقى لك هيربع على واحد هي 4 بالنسبة لهذه القيمة هنية هي جي لواحد نحسبوها وأحد زائد ربعة على واحد زائد واحد اثنين ربعة على اثنين شعال نين اثنين زائد واحد شعال ثلاثة ونسيب روحي بليمانش غالط الدلارها عند الرابعة تحود ثلاثة تطلع للزائد ما لا نهاية اذا كان هذا كل شيء في خصوص المشتقة تعلين ندينها من باكالوريا اذا عجبكم الفيديو متنسوش تشاركوه مع اصحابكم واذا عجبتكم فكرة سلسلة متنسوش اني تدعموني باش نسي نتقدم لكم المزيد ونشتقو جميع الدوال بإذن الله متنسوش بالحكاين تاني تمارين شاملة رهم في القناة الدخل واستفادوا من دروس وتمارين شاملة بإذن الله رب يوفقكم ان شاء الله ويعاوننا باش نعاونكم